خلونا نبدأ بالسودان السودان فيه مقولة بتقول أن السودان هو أهم بلد على الإطلاق بالنسبة لمصر ودي حاجة مش محتاجة شرح إيه اللي حصل في السودان بالزبط إحنا عارفين التطورات اللي حصلت النهاردة الكلام اللي تقال تحديداً من وزير الدفاع وهو النائب الأول للرئيس السوداني السابق في اللحظة دي اللي هو عمر البشير اقتلاع النظام والاعتقال في مكان آمن ده ما يخص البشير لكن آخر التطورات مباشرةً دلوقتي حالاً وإحنا بنكلم حضراتكم إن إحنا تجاوزنا الـ 45 ديئة تقريباً من حظر التجول اللي كان تم إعلانه فيه بيان الجيش السوداني 45 ديئة بعد حظر التجول لكن الناس لم تتراجع ووفقاً لتقارير وكالات الأنباء ووفقاً لكل التقارير الصحفية اللي جاءة من السودان إنه الأمور ما زالت ما هي عليه وأقل وصف هو التشكيك أو عدم الرضا في المخرجات أو في المحتوى اللي خارج بيه بيان الجيش السوداني من لحظات بقى إحنا أقول تحرككم للتطورات من لحظات دلوقتي قبل بنقبل حضراتكم على طول كان فيه بيتم الأداء اليمين الدستوري والإعلان عن المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي اللي حيستمر السنتين عوض بن عوف وزير الدفاع هو رئيس المجلس الانتقالي العسكري الأستاذة أسماء الحسيني هي الخبرة بالنسبة لي وبالنسبة لحضراتكم في اللحظة دي صحفية مهتمة جداً بشأن السوداني سفرت السودان على مدى العشرين سنة اللي فاتوا هي طبعاً الرئيس المناوب للشؤون العربية في الأهرام لكن فكرة معايشتها للشعب السوداني معرفتها بالقوة السياسية هناك ده اللي تقدر تفهمه لنا إيه اللي بيحصل دلوقتي إيه اللي احنا متوقعينه خلال الساعات اللي جاي براحة بحرك معنا يا فن ربنا يخليك أستاذ شريف بحييك شكراً جزيلاً وبحيي فريق البرنامج وباعتبرك نموذج للإعلام المحترم اللي بلدنا محتاجه أكتر من أي حاجة تانية في الوقت الحال ده أزوق منك ربنا يخليك أنا بقيت نائب رئيس التحرير ورئيس قسم الشرون العربية بس أنا أهمين هنا بقى الصحفية يعني الصحفية اللي عاشت في السودان لفترات طويلة هو ده أهم يعني حاجة بعتز وبفتخر بيها يعني هو ارتباطي بشعب شقيق مجاور يعني وارتبطت مش بس بالقيادات والنخب وناس في الشارع حبتهم وقربتوا منهم في كل أنحاء السودان خليني يبدأ من الناس اللي في الشارع كان فيه فرح شديد أول النهار وبعد كده المسألة اتبدلت بعد البيانة اللي خرج من الجيش السودان معرفتك بالناس هناك معرفتك بالشارع السودان الناس مستمرة في الشارع أول حاجة أحب أحيي الشعب السوداني العظيم اللي بعتبر أنه هو خاض نضال طويل مش بس في الأربع شهور الماضية من المظاهرات أو الست أيام من الاعتصام وإنما على مدى تلاتين سنة خاض نضال طويل ضد نظام سطى على حكم السودان وانقلب على حكم ديمقراطي وقام الناس في مصر بعضهم يعني اللي مش عارفيني بيسألوا ليه السودانيين صاروا دلوقتي وكأنهم صاروا متأخرين أنا عايز أقولهم إن السودانيين كانوا في صورة دائمة من عام 89 النظام اللي جاب خدعة وقال لهم يعني الرئيس البشير يذهب إلى الحكم رئيسا خدعة الترابي الشهير وأنا أذهب إلى السلح حبيسا مكلة الترابي الشهير فكله كان خداع لشعب هو كان شعب طيب شعب مصقف شعب عائل لكن الخدعة أكبر من تصوراتهم ترجمة نانسي قنقر